رسالة المبطنة التي يبعث نتنياهو إلى المجتمع الدولي وإلى المقاومة في قطاع غزة توعد بأن ما سيحدث قريبا ستتذكره الأجيال لمدة خمسين عام سيعيد غزة إلى خمسين عام من الخلف ما الذي يفعله غير الاجتياح البري؟ هل لديه الإمكانية؟ إذا تركنا العاطفة وبدأنا نتحدث بالواقع بمعرفتي أنا أربعين سنة متابع للقدر العسكرية الإسرائيلية القدر العسكرية الإسرائيلية في منطقة الجنوب الآن يعني منطقة بئر السبع والمنطقة الجنوبية من البحر الميت تقريبا إلى إيلات هناك أربع فرق مدرعة إسرائيلية موجودة الفرقة فيها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين دبابة وأحد الفرق تحمل رقم 252 هي موجودة الآن على بدأت تتقرب من منطقة غزة طرب نتنياهو إعادة كافة الاحتياط برقم يعني دعوة الاحتياط في إسرائيل رقم ثمانية تكون هي أعلى دعوة للاحتياط هذه من الأمور السرية اللي هم بعرفوها إذا أصدر أمر رئيس الأركان الدعوة الاحتياط برقم ثمانية هذا يعني كل من عمره أقل من 55 عام عليه الالتحاق في القوات المسلحة لأن الإسرائيليين إذا بدنا نتحدث كثير عن نظام الاحتياط في إسرائيل بس يخلص العسكري سواء كان مكلف ضابط يبقى لغاية سنة الـ44 يسمونه احتياط خط أول ومن الـ44 للـ55 يسمونه احتياط خط ثاني وبسمونه محدات العجائز هذول بيديروا بالهم على المستعمرات وعلى الرئيسي لأن هم استدعوا حوالي سبعين ألف مقاتل واستدعاهم سبعين ألف مقاتل مش سهل بهذا الطريقة نتنياهو ردا على استفسارك نتنياهو يطمح أن يأخذ التأييد العالمية وقدر يحصل عليه قدر يحصل عليه في إيش؟ الرسائل الذي بعثها أنه الآن فيه جنسيات أمريكية موجودة مع الأسرة فأنا بدي أدافع عن أو بدنا أن أتحرك إحنا يا أمريكا للدفاع عن المواطن الأمريكي أينما وجدت بعض الصور التي وردت من داخل غزة أثبتت للعالم أن هناك فيه تشويه لهذا العسكر فتعاطف العالم مع إسرائيل أما نسي أن يتعاطفوا مع الطفل الفلسطيني الذي الآن قائد طائرة F-16 تطلع بحمولة قنابل الفسفورية تستطيع أن تسقط عشر طوابق مرة واحدة ويكون فيها من 200 إلى 300 بني آدم أطفال ونساء ترجمة نانسي قنقر